وصلنا إلى العمق السعودي ذكى ما يصرع به الحوثيون عن أنفسهم وهم يؤكدون أن طائراتهم المسيرة قصفت أهم منشأة نفطية سعودية في أبعد نقطة عن الحدود اليمنية السعودية لكن ما يقوله الأمريكان شأن مختلف ومناف تماما لقول الحوثيين حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن بومبيو أكد في تغريدات له على تويتر أنه لا توجد أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن وأضاف أن طهران وراء نحو مائة هجوم تعرضت له السعودية في حين تتظاهر طهران بالقيام بدبلوماسية كاذبة وحول تداعيات الهجوم الأخير على منشأة النفط في بيجيغ أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان توقف عمليات إنتاج النفط بشكل مؤقت بسبب الاستهداف وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العمل الذي وصفه بالإرهاب نتج عنه توقف عمليات الإنتاج في معامل بيجيغ وخريص بشكل مؤقت مشيرا إلى أنه سيتم تعويض الانخفاض للعملاء من المخزون وأوضح أن الانفجارات أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بأكثر من خمسة ملايين برميل أي نحو خمسين في المئة من إنتاج الشركة مشيرا إلى أن الشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك وتقييم الآثار هنا لا بد أن يشتمل على تقييم ومراجعة شاملة لحرب السعودية على اليمن وما جنته من موقفها المتخاذل مع الشرعية اليمنية يقول آخر